انتوا عارفين ان حلقة يوم الحد منخصصها للكلام عن مشاكلنا كلام عن بيوتنا وإيه اللي بيجرى في بيوتنا عشان بيوتنا تبقى بيوت عفية بيوت صلبة بيوت قوية بيوت عندما يخرج منها ابناؤها يخرجوا منها وهم مليئين بالانتماء ومليئين كمان بالحب ومليئين بالقيم الحلقة اللي فاتت حلقة امبارح تكلمنا حلقة اللي فاتت في نفس يوم الحد عندنا اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا اتكلمنا عن لعنة الاخطاء القديمة وفرقنا بينها وبين الاخطاء اللي سببت مشاكل زوجية وكان من ضمنها الخيانة ايوة يبدو الله اعلم ان من كسرة الاسئلة اللي جات لنا ووصلتنا من اهلينا ان احنا النهاردة عن نتكلم مع احبابنا اللي بيتابعونا عن مسألة لابد نتكلم عنها وهي التعافي من الخيانة عايزين نتكلم عن طرق التعافي من الخيانة الزوجية واحنا بنقصد هنا كل انواع الخيانة وليست الخيانة الجسادية فقط وفي الحقيقة اول سؤال بيجينا هل يمكن التعافي من الخيانة الزوجية؟ يعني ايه يمكن التعافي من الخيانة الزوجية؟ يعني هل ممكن الزوجين يقدروا يكملوا حياتهم الزوجية؟ بعد ما بتحصل صدمة الخيانة او مصيبة الخيانة عند البعض او ازمة الخيانة عند البعض حسب مستويات اللي بيحصل بينهم بس فيه سؤال قبل ده احنا محتاجين ان نسأله لنفسنا هل احنا مستعدين للتعافي ولا لا؟ لان المسألة مهمة جدا جدا فيه ناس كتيرة لما بتحصل حادثة الخيانة بيكونوا مأفولين مش قادرين يفكروا في اني هل يبقى فيه تعافي ولا لا لان للأسف الخيانة الزوجية زادت في الظروف اللي احنا فيها دي اقول لكم حاجة وسائل التواصل كمان الاجتماعي ما كذبتش خبر ساعدت كمان على المسألة دي وكمان سيولة العلاقات سيولة العلاقات دي حاجة مهمة لازم نتكلم عنها في حلقة من الحلقات او حلقات متعددة ازاي نتعامل مع سيولة العلاقات ما ينفعش ان الناس تكون بهذه الطريقة متقربين بلا مسافات خالص كده فيبقى أسرار البنت مع الأنتيم بتاعها وأسرار الشخص مع أنتمته مش هينفع مش هينفع ان الناس يعيشوا بهذه الطريقة ثم بعد ذلك لما يتجوزوا يدخلوا بنفس بنفس الفلسفة الزواج وما تتغيرش خريطة العلاقات وعشان كده رحلة التعافي ممكن مش ممكن لازم يقوم بيها في أغلب الأحيين الزوجين ولما بنتطر بيقوم بيها الشخص المغدور بيحاول يبزل كل مجوده الغادر عشان يبزل كل مجوده عشان الشخص المغدور به يتعافي وممكن يحتاجوا على فكرة المتخصص في بعض الأحيين بتفشل قضية التعافي من الخيانة لأنها مش هيقدروا يتجوزوه بسبب أنماط الشخصيات يعني أضرب لكم مثال زوجة كل دنيتها هو زوجة كل دنيتها فخانها كل دنيتها ما تعرفش حاجة في الدنيا ما تعرفش رجالة ما تعرفش أي حاجة هو بوابتها على الأمان ما وابتها على كذا بيحصل لها صدمة صدمة شديدة جدا 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 ما بتقدرش التعافي منها لوحدها في ساعات كتيرة جدا جدا أنا شفت ناس بيحتاجوا إلى أدوية لأنه بيحصل لهم أنها ساعات أنه يارع عصبي فما بقاش المسألة أنه فيه حد هيقدر يتجاوز ده بنفسه لأنه هو محتاج العلاج اللي إحنا بنديه للشخص اللي ما حصل له أنه يارع عصبي بس إذا توفرت فيهم بعض الشروط اللي أنا ممكن أساعدكم فيها وأقول لكم إيه هي الشروط دي هتخلينا ممكن يحصل التعافي بس خلينا أقول لكم حاجة مهمة أولا التعافي مش مكافأة للخائن أعيد الكلام مرة تانية التعافي مش مكافأة على الخيانة التعافي رحمة بالزوجين ورحمة بالأسرة فالتعافي لا أنا ليه بتكلم أنا عمر الورداني ليه بتكلم عن التعافي وأنا بتكلم في قضية الدين ما نخلي قضية التعافي دي قضية مجتمعية والناس لا ما هو الدين بيكلم عن مجتمع بس قضية التعافي أصلا هي قضية إنسانية مبناها الرحمة الرحمون يرحموا من رحمانه تعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إحنا جايين نتكلم عن التعافي عشان الطرفين عشان الزوجين ولازم نعرف إن لو عايزين التعافي يحصل لازم فيه شوية شروط من الشروط دي إن علاقتهم علاقة الزوجين تبقى علاقة جدية بعد الخيانة ما تبقاش علاقة إيه خلاص علاقة جفة ما فيش علاقة أصلا لا لازم تبقى علاقة جدية الحاجة التانية ويكون عندهم نضج شخصي كافي يعني نضج شخصي كافي يعني هما الناس محبين للحياة الناس فعالين الناس بيحبوا التغيير الناس مقبلين على الحياة كل ده أمر ضروري وسبب الاستمرار زي ده الأولاد والأسرة الحاجة الشرط المهمة جدا القدرة على التواصل الجيد بينهم ويكون فيه صفة التسامح والغفران الحاجات دي بتساعد بتساعد إيه؟ بتساعد على قضية التعافي يبقى احنا لازم نوزل نفسنا كده لأن في الغالب لو احنا ما عندناش الحاجات دي عن اضطر نحتاج إلى خبير وياما احنا ساعدنا ناس في الإرشاد الزواجي إنهم يعملوا كده بس لازم نتكلم في حاجة مهمة قوي ترجمة نانسي قنقر